وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم المخرج الشاب وليد حداد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم وليد أهلين أفنان الله يحييك وليد وليد طبعا نظام البرنامج أو نظام الأسئلة عندنا مجموعة أسئلة معتادة في الحلقات وبعدين نبدأ نتكلم عنك وعن إخراجك فمستعد أكيد مستعد أول سؤال كالعادة وصف نفسك بكلمة مكتهد أكثر وسيلة التواصل تستخدمها والله كلهم بدون استثناء بس أكثر شيء نستقرام أقمل مكان زرته في حياتك هذا السؤال لا يوجد داعي ولا مكان للأسف لماذا؟ ولا مكان حاليا يعني لا يوجد مكان زورتك إذا مليح مليح مرة اقبر خاطرنا وقل عدن مكان بعدن لا يوجد الحدود عدن مكان تتمنى زيارته؟ هنا السؤال حلو هذا كثير أماكن زي؟ فرنسا تركيا عندكم ننتظرك ننتظر زيارتك كثير أماكن طيب شخصية تتمنى مقابلتها لا تقل عافية شخصية مليح مقابلتها الملكة أحلام وأعمل لي كليب كمان جميل ومقال دراستك؟ أنا أدرس في بزنس إنجليش بداية وباختصار من هو وليد حداد والله إن شاء بطموح من مدينة عدن وعندي أفكار وعندي أشياء حلوة إن شاء الله بقدمها للناس لكله وتشوف كل شيء قريب إن شاء الله وليد لو تعلي صوتك شوية كمان بسألك سؤال ثاني وأقول لك تعريفك الخاص لمفهوم الإخراج بما أنك مخرج والله مفهوم الإخراج كل الناس مخرجين كل واحد لا رؤية يوتيوب الدنيا هذه زي عدسة الكاميرا مثلا هذه تعطي زوم هذه تعطي فوكس أكثر كل واحد لا رؤية يوتيوب الدنيا هذه هذا تعريفك الخاص أيها طيب بالمقابل أي تأثيرين أكبر على مهارة المخرج أو أداء المخرج؟ الدراسة أم الموهبة؟ أنت قلت كل إنسان مخرج؟ الموهبة الموهبة والدراسة تدعم يعني تسقل الموهبة جميل وكيف كانت بدايتك أنت في الإخراك شخصيا وإيش الصعوبات اللي واقعتها؟ والله بداية الإخراك كنت ببرنامج ميقاعش اليوتيوبين مع كرم بحشوان أما العقبات اللي واقعها شباب دائما هي موضوع الإمكانيات المادية أما الأفكار والحقات هذه كل موجودة الإمكانيتي أكثر عقبة بالدنيا أولا سلامنا لكرم ثم بأس لك مرة ثانية سؤال ثانية أو سؤال آخر إيش هو أول عمل قمت بإخراجه؟ كاملا برنامج ميقاعش في اليوتيوب هو أول عمل لك و تمام أول عمل برنامج ميقاعش في اليوتيوب وليد برأيك ما هي عوامل نجاح المخرج برأيك يعني وما هي النقاط التي يمكن أن تسهم أو تزيد في نجاحه؟ كاملا وليد الإلتزام الإلتزام هو أساس كل شيء بالعمل وغير العمل جميل وأكثر يعني أوضح الإلتزام بإيش؟ الإلتزام بالعمل، الإلتزام بالمواعد، الإلتزام بالوقت الإلتزام بكتسلم كل شيء بأك على أكبر وقف الإلتزام بكل شيء هذا العمل الوحيد نجاحه لنخرج لا، هناك عوامل كثيرة، بس أنا أقول لك الإلتزام الأساسية اللي تمشي كل شيء صح العوامل الأخرى؟ العوامل الأخرى هي برضو كمان غير الإلتزام أنه يكون أنت إنسان عندك أخلاق، مجدورة تكون فنان ومبدع وإنسان كذا لازم تكون عندك أخلاق كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع الفريق اللي معك كيف تمشي أمورك صح، بعدين يجي موضوع الفنيات، هذا من السهل أنك تصنع إنسان مبدع، لكن صعب أنك تصنع إنسان عنده أخلاق طيب، هل بنظرك تؤثر، هذا السؤال ربما يكون حساس رويا، هل بنظرك تؤثر رؤية المخرج على مجرى حياته؟ يعني بالمعنى اللي يقول إنه المخرج يحاول أحيانا تطبيق رؤية الإخراجية على تفاصيل الحياة العامة؟ ممكن بحاجات كثيرة كيف يحصل هذا معك؟ كثير حاجات تتغير، تكون عندك رؤية مختلفة وتتطبقها بالحاجات هذه أعطيني مثال؟ كثير دائماً نجي نكتب موضوع أو ندخل بموضوع، نجي مثلاً نكتب موضوع أو نناقش قضية أو أي شيء فنحاول تطبيقها أساساً بالشارع من قبل ما نطبقها بالتلفزيون على الحياة العامة يعني؟ الحياة العامة أكيد ومن فين تستلهم الأفكار والمواضيع اللي تعملها بنهاية أدها برنامج؟ والله المتابعة إنك تشوف العالم أشي يسوي، تتفرق برامج، تتفرق أفلام، تستفيد من خبرات الناس اللي قبلك هذا مهم جداً طيب برأيك أيضاً هل يستحسن المشاهد فكرة أنه يشارك المخرج في العمل أكثر ككتابة الناس أو التمثيل، هل يعقبه المشاهد؟ والله يشفيه كتابة النصوص هو أريح للمخرج، أنا أشوف أنه لازم المخرج هو كمال برضي يكون معد أو يشارك بالإعداد لكن المخرج بالنهاية على رأس كل الأعمال، على رأس كل المراحل في العمل الفني، بس تعتقد المشاهد يعني يتقبل هذا، يستحسنه؟ أكيد، أكيد طيب، أنتقل لأسئلة أكثر خصوصية، ممكن، قلت لك ككاتب، لكن ها تفضل، 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 قلت لك المشاهد يفضل أنه يكون كثيراً ما يحبش أن المخرج يكون ممثل، داللي أنا أشوفه أكثر شيء ما يحبش مشاركة المخرج في العمل الفني، طيب، الأسئلة الشخصية الأكثر الشخصية الآن، أول حاجة شهادة تعتزبها، هل هناك شهادة تعتزبها؟ أحد أشاد بك؟ والله شهادة الناس دي أكبر شهادة، أكبر شهادة شهادة الناس، أنك تلاقي بعد كل أعمل كلمة طيبة وكلمة شكر، هذه أعز الشيء والله جميل، وماذا عن قائزة حصلت عليها؟ والله قوائز ده السؤال صراحة ما فيش قائزة كذا حلوة حلوة، آخر قائزة صف خامس ديك الطيارة اللي تسحبيها هكذا وتمشي لقبضة ستحصل في يوم ما إن شاء الله، ستحصل طيب، والد عمل فخور به، أو أكثر الأعمال التي تفخر بها؟ كل شيء أكثر الأعمال التي تفخر بها؟ أكبر أعمال، كل الأعمال والله، بس أكثر شيء نحن الآن نصور برنامج قديد تلفزيوني اسمه الحافا لايف بيكون على قناتي من الشباب، أعتقد أن البرنامج لازم ينقح كثير إن شاء الله، والناس تحبه، وتتقبله، وبرنامج مرة كوميدي، وسلس، وحاجة شبابية، مع نقوم مفدعين، وتشوفه كل شيء إن شاء الله، إن شاء الله، نبارك لكم، نتمنى لكم التوفيق طيب، وليد، أنت قلت أن المخرج، أو أنت شخصياً تستلهم أعمالك من المتابعة الأعمال الأخرى في الغالب، طيب، أي من المخرجين دائماً تتابع أعمالهم، وما هي الأعمال الفنية التي تحب تتابعها باستمرار؟ والله كل شيء ما نحبش نكسف أحد، يعني نتابع عمال عربية وعمال أقنبية وعمال يمنية، كله، لازم يكون المخرج يتابع، إذا ما تتابعش لا تصنعش حاجة سمي لنا مخرجين يمنيين وتميزين أكيد طبعاً على مخرجين يمنيين عمر جمال رقم صعب، ما حد شيء يقدر يستطيعون طيب، وتقييمك الأعمال الفنية اليمنية؟ حلوة كأداء وكسيناريو، كفرق نستشتغل، بس تنقص إمكانيات نحتاج إمكانيات بكل شيء بصراحة فعلاً، النصيحة التي تقدمها للمخرجين القادمين أو المستقبليين؟ نصيحة الفنان بطبيعته لازم يكون عنده أخلاق بأمانة، يعني أنت ممكن تشتغل وتكون إنسان مبدع لكن ما قطيك هو أنه لا يكون موضوع على أخلاق ذا مهم بصراحة أنك أنت تكون واقهة بعداً، بأعمالك، بفنك التي تقدمه، فالناس ما تشوف منك؟ لو أنت كنت واحد، ليس لابد، فلازم أخلاقك هي اللي بتعكس قبل أعمالك يعني الفنان بأخلاقه ومش بأعماله وفي القانب العملي؟ بالقانب العملي، نحن محتاجين منافسة بإنتاج الأفلام، بإنتاج البرامج، محتاجين تقريباً نحن دخلنا بالقو هذا الآن، يعني هناك شيء ما تنتج، يعني على 2019، هناك أعمال كثيرة ما تكون موجودة نشيل كل يشارك، نشيل كل لا يستحيش، لا يخافوش، أعمل وشتغلو طموحك الشخصي وليد، وإيش القوائز اللي تتمنى تحصل عليها؟ والله كثير، والله كثير، كله بيقين كلمة طيب، نشتنعرف نتمنى نشارك بأعمال سينمائية، نشيل عمل أفلة، نشارك بقوائد، نشارك مسابقات بالرعي، يعني، بالرعي عينك على أي عينك على أي قائزة؟ قائزة؟ أيو؟ أوسكار كميل جداً، أتمنى لك كل التوفيق، وليد حداد أوسكار مش كفاية؟ كفاية بزيادة؟ الله يعطيك العافية إن شاء الله توصلوا لي، أتمنى لكم شكراً لفريق البرنامج، الله يعطيكم العافية شكراً لك وليد، سلامنا للجميع لا يعطيك العافية بالتوفيق شكراً